السلام عليكم التلفزيون السوري عدوان إسرائيلي يستهدف محيط العاصمة دمشق أفادت قناة الإخبارية السورية بأن عدوانا إسرائيليا استهدف مساء يوم الاثنين محيط العاصمة دمشق وأكدت الوكالة السورية للأنباء صنع سمع دوية انفجار في محيط دمشق لافثذا إلى أنه يجري التحقيق في طبيعتها وأشرت صنع إلى أن وسائل دفاعين الجوي تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق وفي وقت سابق من هذا الشهر أغسطس أفادت صنع بأن وسائل الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق بعد أن دوت انفجارات في محيط العاصمة هذا وطلبت سوريا المجتمع الدولي بالتحرك بجدية لوضع حد للهجمات الإسرائيلية على أراضيها بالتزامها بالقوانين الدولية وقال المصدر الرسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في إطار انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة شن العدوان الصيوني عدوانا على بعض النقاط الثابعة لقوى الأمن الداخلي في بلدة القحطانية بلقنيترا ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون أي إصابات بشرية بالأخير إذا كنت من المجتمع بالنوعي من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتوصلوا بالجليد وشكرا